السلام عليكم لا شك أن قدأ وقتا ممتعا مع أسرتك بحديقة الحيوانات وسط الطبيعة الخلابة يعتبر من الأمور الرائعة خاصة إذا كنت تعيش في مدينة مزدحمة وتريد تصفي الذهنك من التكدس والضوضاء ولنكن صرحا تبذل كل حضائق الحيوان قصار جهدها للحفاظ على الحيوانات التي تضمها ورعايتها وتوفير البيئة الملائمة للعيش بدلا من تركهم في الغابات حتى لا يكون عرضة لأي شخص غير سوي قد يؤذيهم ويدرهم ورغم ذلك حدثت عدة محاولات لهروب الحيوانات من أماكنهم الأمر الذي نتج عنه رعب المواطنين وهذا ما سنعرضه لكم في مقطع اليوم لهذا استعد جيدا لمشاهدة عشرة حيوانات استطاعت الهروب من حديقة الحيوانات فتابعنا ولكن في البداية عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة ندعوك للاشتراك في القناة لدعمنا ومتابعتنا راستي البندا الحمراء تبدو هذه البندا لطيفة للغاية وغير مؤذية على الإطلاق مما يجعل هروبها من حديقة حيوان واشنطن أمرا يعرضها لخطر كبير وهذا بالضبط ما كان يشغل عقول عمال الحديقة حيث أعلنوا عبر تويتر اختفاء راستي بمجرد اكتشافهم الأمر ونص المنشور على ما يلي نحن نعلم فقدان بند حمراء وهو ذكر يدعى راستي شهد آخر مرة في قفصه في السادسة مساء قبل اختفاهه وبعد نشر هذه التغريدة بدأ سكان المنطقة يبحثون عن راستي حتى وجده أحدهم يتجول في منطقة سكنية ولأن هذه الحيوانات ينظر وجودها بشوارع واشنطن رجح الجميع أنه راستي وبالفعل كان هو وفي خلال ساعة جاء بعض خبراء حماية الحيوان وأعادوه لحديقته في قفص خاص بطريق هومبولت قضى هذا البطريق حوالي 82 يوما كاملين خارج حديقة توكيو سي لايف بارك المائية باليابان حيث لحظ عامل الحديقة اختفاء واحدا من ال135 بطريق لديهم وذلك بعد قيام أحد الأشخاص برسالة صورة له بالخارج حيث استطاع البطريق بطريقة ما الوصول لخليج توكيو والقفز في النهر بعد تسلقه إحدى الصخور حيث رأاه مدير حديقة حيوان أخرى وأبلغ عنه لكن فضلت إدارة الحديقة المائية أن يتدخل الخبراء لإعادة البطريق بدلا من الاستعانة بالمحليات حيث انتظر عمال الحديقة خروجه للشاطئ للإمساك به وهو نائم وبالفعل تمكنوا من ذلك لكن بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر إذا سألتك أيهما تفضل رؤية حيوان بري كبير في طريقك أم وجود ثعبان سام في أحد شوارع منطقتك بالطبع في أسوأ الأحوال ستفضل مواجهة الحيوان الكبير دون شك فعلى الأقل يمكنك رؤيته وتجنبه حسنا هنا شعر أهل نيويورك بروعب شديد بعد إعلان حديقة حيوانات برونيكس عن هروب كوبرا من معرض الزواحف الخاص بهم وفي نفس الوقت قام شخص خفيف الظل باستغلال الأزمة للترفيه حيث أنشأ حسابا على تويتر باسم كوبرا حديقة برونيكس ليتابعه بعدها حوالي 200 ألف شخص آخر وبعد ستة أيام عثر على الكوبرا داخل معرض الزواحف نفسه على بعد عدة أمطار من السياج الذي هربت منه واستغل الخبراء الموقف لتوعية الناس وإخبارهم بأن الثعابين تخاف من البشر تماما كما يخاف البشر منهم استطاع سيري للهروب من حديقة حيوان ستوري بوك في أونتاريو بكندا في عام 1958 حيث ظل يزبح في بحيرة إيري حتى تخطى الحدود الدولية وعثر عليه عند مرسى يخود بولاية أوهايو ليتم نقله إلى حديقة حيوان طليطلة ومن ثم إعادته لكندا مجددا بعد أسابيع قليلة وصابقا في القرن التاسع عشر كان هناك حادثا مشابه حيث هرب أحد أسود البحر متخطيا للحدود الدولية وبعدها أصدرت محكمة نيويورك العليا قانونا ينص على أنه في حالة هروب الحيوانات البرية من حوزة مالكيها تصبح حرة ولا تنتمي إليه وبعد وفاة سيرييل بعد الحادث بتسع سنوات صنعت له مقاطعة أونتاريو تمثالا تخليدا لذكرى وتمت دعوة العاملين بحديقة حيوان طليطلة لمراسم كشف الصطار عنه وبسبب سيرييل تكونت صداقة عظيمة بين أونتاريو وطليطلة القردوكين اشتهي راكين بمحاولات هروبه المتعددة خصوصا في فترة الثمانينيات من القرن الماضي ومعظم هذه المحاولات كانت بغرض التجول في حديقة حيوانات سان دياغو ورؤية أصدقائه من الحيوانات الأخرى ولم يكن القرد عدوانيا قط تجاه الزوار وعمل الحديقة لأنه يعرف جيدا أنهم سيأتون لإعادته خلف السياج وكان يبتكر أساليبا وطرقا مختلفة للهروب في كل مرة حتى بدأت إدارة الحديقة تراقبه جيدا لمعرفة كيف يقوم بذلك ولأنه يعلم بأنهم يراقبونه كان يهرب سرا مما اضطرهم للاستعانة بمتسلق السخور وإنفاق حوالي أربعين ألف دولار لمنعه من الهروب والحسن الحظ أنهم فعلوا ذلك لأن القرد الأخرى بدأت في تقليده واتخاذه قدوة لهم وبعد وفاته كتب على قبره كان القرد المحبوب ذو 29 عاما بارعا في الهروب إذا كنت تربي كلابا أو قطة من الطبيعية أن تشعر برغبتهم في الهروب بمجرد أن تفتح باب منزلك ولكن الشيء غير طبيعي هو هروب أنثى الذئب في فيرجينيا من حديقة حيوانات لوس أنجلوس فمن المعروف أن الذئاب لا تجيد تسلق الأشجار أو السياج تماما كالكلاب وبرغم ذلك برعت فيرجينيا في هذا الأمر حيث اعتادت على الهروب من الأطباء البيطريين وعمال الحديقة فيرجينيا كانت تريد أن تعيش في البرية وبالفعل نجحت في ذلك ويقول أحد عمال حديقة لوس أنجلوس مازحا أن حديقة جريفث مجاورة لحديقة الحيوانات تضم أحد أكبر الذئاب في العالم وهنا يقصد فيرجينيا وحتى هذه اللحظة لا يعلم أحد إذا ما تم استعادتها أم ظل الطبيقة غورلات لوس أنجلوس إيفلين وجيم لم تكن فيرجينيا الوحيدة الهريبة من حديقة لوس أنجلوس وأمريكا حيث تم تسجيل أكثر من 35 حالة هروب للحيوانات من نفس الحديقة مع نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة من بينهم الغورل لا إيفلين وزوجها جيم حيث تمكنت من الهروب أكثر من أربعة مرات حيث تمتعت بذكاء هائل فكانت تصعد على ظهر جيم للقفز من فوق السياج المحيط بهما كذلك استخدمت أشجار العنب الكبير لنفس الغرض وكانت أعظم محاولتها للهرب حينما تم إخلاء الحديقة من الزوار وإرسال التلفزيون طائرات الهيلوكوبتر خصوصا لمراقبة تحركتها وليزداد الأمر صعوبة خرج جيم من أحد الأبواب بعد كسره كما كشفت التقارير بأن إيفلين قضت بعضا من وقتها بالخارج في مشاهدة الأفيال والزرافات ربما لأنها لم تستطع رؤية غيرهم من داخل السياج وقعت هذه القصة المأساوية في عام 2007 بحديقة حيوانات سان فرانسيسكو حيث استطاعت تيتيانا الهروب بعد إغلاق الحديقة وهجمت ثلاثة شبان من الزوار ما أدى لوفاة أحده مع عمر نهزأ السبعة عشر عاما وأصيب الشبان الآخران بإصابات بالغة حيث حاولوا الفرار من النمر والبقاء داخل كافيتريا الحديقة والتي لسوء الحظ كانت قد أغلقت للتو غير أن أحد عمال الكافيتريا سمعهم يصرخون لكنه لم يستجب ظنا منه أنه صوت شخص مختل عقليا وتأخرت النجدة بسبب قيام الحراس الحديقة بقفل كل الأبواب والمداخل منعا لخروج النمر إلى الشارع حيث تدخلت الشرطة وأطلقت النار على تيتانيا وبقى الشبان الناجيان أربعة أيام بالمستشفى وهذا الحديث دافعهم لتطوير وتأمين كل الأصور وأقفاص الحيوانات داخل الحديقة كما ألقى بعض الناس لومهم على إدارة الحديقة بينما ألقى البعض اللوم على الزوار المستهترين وتم تسجيل الحادث المرية كأول موت لزائر بسبب هروب أحد الحيوانات وحيدة قرن حديقة حيوانات أكاديانا اخترقت وحيدة القرن البيضاء هذا السياج المحيط بها وصارت نحو الطريق السريع دون أي استجابة لمحاولات التخدير بواسطة الأطباء البيطريين حيث كانت مستجدة بحديقة حيوانات بروسارد الصغيرة بولاية لويزانة الأمريكية وتمكنت من الهروب بعد مشاجرة عنيفة مع وحيد القرن بعد أن شاهدها المرة بإحدى الطرق السريعة بالولايات المتحدة في الرابعة فجرا تقريبا وبعدها أتت مجموعة من البيطريين لتخديرها فكانوا يختبئون خلف المباني والأشجار حتى لا تراهم لكنهم فشلوا لأن مراقبة الحيوانات البرية والاعتناء بهم أمر ليس سهلا على الإطلاق ثلاث عملية هروب في يوم واحد في عام 1964 تلقى حراس حديقة الحيوانات بلاغا بإمساك الشرطة بثلاثة عشر جاموسا هربوا مرة واحدة لكن انتظر فالأمر لم يقتصر على ذلك بل كان يوما شاقا حيث تلقى الحارس بلاغا آخر يفيد بهروب خرتيت قزم يبلغ وزنه حوالي 300 رطل وتجوله بأحد الشوارع المجاورة وذلك قبل أن يتم العثور على جدي صغير حاوله الآخر الهروب وسط مفاجأة الجميع الآن وصلنا لنهاية مقطع اليوم فضلا وليس أمرا ندعوكم لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات إلى اللقاء اشتركوا في القناة